مرحبا برج الدلو أهلا فيكم في قراءتكم العمل ثمانية السيوف خرجت من سجن عقلي سجن نفسي أكثر من أن يكون سجن حقيقي دائما كنت تعتقد أن الحياة صعبة أن الفرص ضئيلة أمامك كنت تحس بطاقة سوداوية يا برج الدلو في السابق ولكن مقبل على فترة انفتاح سبعة الأكواب لأن سبعة هو رقم الانتظار شوف من بعد من بعد سجن ومن بعد ما مريت فترة فيها احتمال أنك كنت عاطل عن العمل الفرص قليلة ونادرة أمامك تبحث عن الفرص ولكن ما تجدها رح يكون في انفتاح شفت السد لما ينفتح لأنه يكون الضغف قوي هذه الدرجة يكون الانفتاح في حياتك وفي الفرص حتى اللي أمامك جدا قوية والمفعول ما لها قوي ينفتح كل شيء أمامك مرة واحدة حتى لجرجة أنك تتشتت عندك في الفترة القادمة من بعد الإنحصار الكثير من الأفكار الكثير من المشاريع وحتى الكثير من المسؤوليات الكثير من الزبائن حتى الكثير من الأشخاص اللي يطلبون اهتمامك اللي يعرضون عليك فرص اللي يعرضون عليك أن تعمل معهم تعمل من أجلهم الأموال بالمختصر مشاريع كثيرة من بعد فترة تركوديا برج الدلو وننهي جانب المشاريع أو حتى الوظيفة بتربعك على عرش الأرض من طاقتك هوائية ولكن طاقة الأرض هي طاقة الأموال النجاحات رح تحقق شوف في أبراج تمر بنمو بطيء أو نمو خلي نقول موزون نوعا ما يكون نموهم متدرج برج الدلو بما أن أنت الماستر أو رئيس المجموعة الهوائية فشي طبيعي أن قفزاتك في الحياة رح تكون أيضا قفزات طبيعتها هوائية مو قفزات صغيرة في تدرجك في السلام الوظيفي يعني يوم تكون موظف عادي مرة وحده يقع عليك الاختيار عشان تترأس مجموعة كبيرة أو مشروع كبير عندك هاي الطاقة عاطل عن العمل مرة واحدة تبتدي مشروع بسرعة تصعد فيه بسرعة يصير أمامك صيد بسرعة تقع فيه حتى عجلة هاي المسئوليات وتأسس لنفسك اسم أشوفي هني برج الدلو من بعد فترة غياب وانقطاع وهدوء وسكون وركود حتى صار لك فترة يعني كأنما هني حتى تحجرت وايد صار لك تنتظر رح في الأخير يبتدي من شهر سبعة أشوفي حتى هاي الطاقة من شهر ستة وخمسة بتدت عندكم إنه يطلع لك صيد اسمك يبين بين الناس الناس تبتدي تعرف اسمك تسأل عنك من هذا مالك المشروع من المسئول عن تنفيذ هذا المشروع الناجح يسألون عنك بالاسم يا برج الدلو مرحلة جدا جميلة مقبل عليها في حياتك العملية خلا نشوف جانب الأموال دائما جانب الأموال رح يكون مرتبط نوع عما بجانب المشاريع والتطورات في الحياة العملية عندك فارس النار الفارس السريع مسئوليات كثيرة لازم بسرعة تنتقل من مسئولية إلى اللي بعدها بدون حتى ما تفكر بدون ما تاخذ وقت طاقة النار الأفعال كأنما إهني رسالة لك من أجل أن أنت ما تفوت أي فرصة أنا مثل ما نقول الفرص كالسحاب أنت بحتاج مو أنك ترفض أي عروض عمل وإنما حاول أن تقبل قد اللي تقدر اقبلهم كلهم ولكن تنفيذك خلا يكون سريع في المشاريع عشان تحصد الأموال أشوف هنا برج الدلو أنك ما رح تحصل على الأموال اللي ترغب فيها إلا لما تنفذ المشروع فأجبر نفسك أن أنت تعمل سريعا ما تعلق في طاقة الهواء طاقة التفكير وطاقة التخطيط عندنا أربعة الأكواب أبداً مو شرط أنك أولويات رقم أربعة هو دائماً يعني لي الأولويات شوف إذا أنت هنا يا برج الدلو وإن كانت أشوف هنا الأموال بما أنه عندنا طاقة الماء الأموال قاعدة تنضخ في حياتك بشكل مستمر في الفترة القادمة يعتمد على المشروع اللي تمسكه عندك كثر من الخيار هل تتوظف هل تعمل عمل خاص أو الأثنين ولكن الشي اللي تعطيه اهتمام في الفترة القادمة اختيارك مهما كان اختيارك ترى هل المشروع أو هل العمل الخاص هل الوظيفة الثابتة اللي تعطيه اهتمامك أنزين وهو اللي رح يعطيك المردود المالي الأكبر مجرد أنت يجب أن تختار لا ترفض الكل ولا تقبل الكل خليك تنتقي بما أنه هنا عندنا مثل السد اللي رح ينفتح أمامك سد البراشر أو التدفق مالي عالي تدفق الفرص فخليك تنتقي عشان تقدر على الأقل تركز في تنفيذ المشاريع وبعدين تأتيك هنا قاعدة أشوفك تعمل كما المحصل المحصل هنا تحصل أو تجمع الأموال ستمر في الفترة القادمة بفترة تحس أنك قاعدت تبني نفسك من الصفر لأن هذه هي طاقة التلميذ المراهق الصغير في السن فمهما كان عمرك أو نضوجك حتى في الفترة القادمة لا أبدا عندنا أربع رقم الأساس لا تفكر أنك مثلا في السابق يا برج الدلو كان دائما تبذر في الأموال فمعناته تضطر أنك أيضا في الفترة المقبلة تتعامل مع نفسك بنفس الأسلوب حتى لو أنت كنت مثلا غير مسؤول ماديا ماليا كنت من النوع اللي وايدة تبذر كنت من النوع اللي ما توفر الكثير من الأموال مهما كانت هنا طباعك تصرفاتك المالية اللي يجب أن تغيرها غيرها كنت شجاعا بما فيه الكفاية أن أنت تحصل أموالك إذا أحد ما دين لك بالأموال حصل أموالك هني عندك طاقة عدم التنازل عدم الحياة حتى دائما المراهقين لا يتسمون بالخجل يعبروا عن رقباتهم عدم الخجل من تحصيل أموالك في الفترة القادمة ننظر إلى جانب الدراسة إذا كان عندنا أحد منكم في أو يتطلع إلى هاي الجانب عندنا ثلاث الخماسيات أكثر كرت لحد الآن تكرر في كل قراءات شهر يوليو يختلف معناه باختلاف وضعه في القراءة ولكن هذه طاقة جميلة بغض النظر وين ما تكون طاقة جميلة ملك الأرض وراها وعشرة السيوف رح أقول لك النصيحة في الأكاديمية خلي نقول أو في الدراسة برج الدلو إحنا وإنت أكثر واحد رح تستوعب كلامي لما أقول لك إحنا نمر بفترة التسعليم فيها نفسه يتغير مضى الطلبات السوق بعد ما تدرس وتضيع من عمرك ما بقول لك تضيع من عمرك ولكن تمضي من عمرك ثلاث أربع سنينة وأكثر تدرس تخصص معين وتجتهد تتوقع أن أنت خلاص حققت نفسك وحان الوقت عشان تحصد الأموال وتأتي لك الوظيفة سوق العمل تغير قاعدين مو بس يطلبون التحصيل الأكاديمي والتفوق الأكاديمي هو أساس نعم ولكن هو مجرد طرف واحد في المعادلة المعادلة فيها ثلاثة أطراف ثلاثة أطراف التفكير بإبداع سوق العمل يحتاج أشخاص دائما عندهم تفكير مستقل وهذه هي طبيعتك فلا تقلق من هاي الجانب التفكير الإبداعي هو من أطباع الأبراج الهوائية ما هو العمل الثالث اللي يجب أن تأخذه بعيني الاعتبار سوق العمل أصبح مو فقط ينظر إلى تحصيلك الدراسي حتى لو ما كنت متفوق ينظر إلى خبرتك بتقول لي أنا حين توني قاعد أعمل على التحصيل الدراسي إيشلون تسأليني عن الخبرة النصيحة لك أنه مهما كان التخصص اللي أنت فيه حاليا حاول وإنت قاعد تدرس لا تقضي وقتك فقط في الدراسة استغل فترة الإجازات اللي ما بين الفصلين إجازة الربيع إجازة الصيف في أن تحصل على تدريب حتى لو كان تدريب من غير مردود مادي أو بمردود مادي جدا زهيد الطاقة عندك هني خلال شهر يوليو وحتى في الفترة القادمة تغير ترسوق العمل لازم تدعم دراستك الأكاديمية بخبرة عمل ومو أي خبرة عمل خبرة عمل قوية تساعدك بكرة على أن أنت تكون من أوائل المرشحين للوظيفة لا تعتقد أبدا أنك خلاص وصلت لأنك حصلت على الشهادة مجرد أول عتبة في طريقك دعم شهادتك بخبرات بتدريب إذا أنت مثلا تدرس شي تعليمي حاول أنك تحصل على تدريب في مؤسسة تعليمية بغض النظر أحصل على تدريب أنت اللي محتاج للتدريب هذه هي الرسالة لك عشرة السيوف أنت على وشك أنت تخرج لا تتخرج وبعدين تضطر أن تتعامل مع هاي الحقيقة بعدين تحس أن ضيعت مثلا وقت الإجازات الصيفية فقط من دون أن تجهز نفسك أنت محتاج تشوف عندك انتقال لأن العشرة هو الأكتمال رح تنتهي من الصعوبة الأكاديمية ولكن مقبل على سوق عمل زاد فيه التنافس ويطلبون حين متطلبات غريبة عجيبة مو فقط شهادتك وبعد يبون خبرة جهز نفسك قبل ما حتى أهم يسألونك أنت عندك ملك الأرض أنت إذا سويت هذا الشيء النقطة اللي قلت لك عنها يا برج الدلو رح تصير كامل والكامل الله سبحانه وتعالى كامل في نظر اللي ينتقون إحنا ليش نتعلم دائما نكون نتوقع مستقبل نجاح وظيفة تنتظر هذا الشيء سوف هذه النصيحة لأن أنت هنا رح تكون مسلح بكل الموارد كل الشروط أي مكان عمل تذهب إليه إذا عندك شهادة وتوك متخرج وأيضا عندك ولو ست شهور خبرة عمل أنت خلاص وإذا كنت تقدر تعمل وتدرس في نفس الوقت أفضل وأفضل أنت تكون في قائمة الأفضل ترى في نظر اللي يوظفونك هذا هي الرسالة لك في الناحية الدراسية خلنا نشوف جانب الهجرة عندنا السيف الصغيرة وأميرة السيوف هذا هو كرتك يا برج الدلو شوف في تأخير في أمنيتك في تدخلات خارجية للأسف أنت أرغب في الهجرة في عوامل خارجية غير عادلة ما بقول لك عادلة لا لأنه عندنا سيف المراهق غير عادلة أهي اللي قاعدة بتأخرك عن حلم الهجرة وأنك تبتدي حياتك قاعدة أشوفه هنا برج الدلو ويقول له أنا بس أهاجر إلى الدولة الفلانية رح تكون عندي عصا الساحر كل أحلامي رح أقدر أني فعلا أنفذها كل طموحاتي رح تكون سهلة المنال وكلامك صح يا برج الدلو ولكن خلنا نشوفه هنا نلقي نظرة على التأخيرات اللي قاعدة تأخر الهجرة شوف الدولة اللي أنت تحاول الهجرة لها خصوصا إذا كانت من الدول الغربية أو الأوروبية عندهم نظام الهجرة أو قبول الطلبات تكون نظام معقد بالعادة نظام معقد ما تقدر تضع يدك على الأسباب بالضبط ولكن اللي أقدر أقول لك أن في أولوية هم يضعون أولوية أنت لو عرفت عنها رح تقول هذه عنصرية مثلا في بعض الأنظمة تفضل الشخص الأعزب بعض الأنظمة تفضل الشخص اللي رح يهاجر يكون معه عائلة بعض الأنظمة تفضل أشخاص سرى لتقول أنه أنا قتلك ولكن فعلا هذا اللي عرفته أن بعض الأنظمة يكون عندها مثل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعوقات اللي يضعها أمامك النظام نظام الهجرة للدولة اللي ترغب أن تهاجر له شوف أنت اللي في الوسط هذا برج الدلو هذا هي كرة النجمة تحقيق الأمنية مهما طال ومهما كان الشيء مو عادل لأي كثر بيطولونه في النهاية طال الزمن أو قصر مثل ما هني اندفع وتدفق سيل الفرص أمامك في حياتك الحمد لله ابتدت تفرج على برج الدلو نفس الشيء في موضوع الهجرة نفس الشيء ما راح يقدرون يأخرون الموضوع أكثر من شدي فقط بقت أيام معدودة لحين ما الله سبحانه وتعالى يكتب إرادته يعني خلاص التوقيت حين بيد الله طلع من في أمور في أسباب نأخذ بالأسباب أو ما قاعدين يأخرونك أو اسمك يشوفه هني ما قاعد يصير في الأولوية بسبب النظام اللي عندهم نظام الهجرة ما لهم ولكن في النهاية أمنيتك راح تتحقق هذا اللي أقول لك إياه بخصوص موضوع الهجرة بخصوص موضوع الصحة عندنا عشر عشر الخماسيات كل شيء مرتبط ببعض يا برج الدلو كثرة الفرص والأموال القادمة في طريقك والنجاحات المتدفقة راح تسبب عندك تكاثر الأموال تكاثر الأموال راح يسبب عندك المبالغة في أكل شيء معين تحبه المبالغة في اسلوب حياة منصحي مثلا تاكل وايد فاست فود تاكل وايد أطعمة دهنية ما تحافظ على رشاقتك شوف هذا الشخص رشيق مو بس أنت أنت واللي حولك يعني حتى اللي حولك تشجعهم على أكل الأطعمة الدسمة الرسالة الصحية لك أن تنتبه لصحتك تقول لي ليش تنتبه لصحتك تقوم أنت بالتغيير السيف إذا ما تستخدمه لصالحك راح يستخدم ضدك دائما هاي طاقته يجب أن تقوم بإجراء التغييرات ولو صغيرة بداية من هاي الشهر من هاي الشهر بتقول لي ليش ما أشوف عندك مشاكل صحية كثر ما أنه خفت وزنك صحة بدنك صحة أكلك راح تساعدك من أجل أن تذهب وراء تحقيق طموحاتك برج دلو أنت من أكثر الأبراج اللي انتظرت فترة طويلة كنت في الظلام انتظار 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 ما قاعد شي من اللي تبيه فالحين صار فيه انفتاح لأنه صاير فترة انفتاح أنت محتاج كل ذرة طاقة تستخدمها في مكانها الصحيح محتاج صحتك محتاج قوتك عشان تروح تحقق ما يصير أنك تقعد أو تعاني مشاكل مشاكلك الصحية اللي عانيت منها خلال هاي الفترة سواء كان مشكلة عضلات مشكلة تمزق مشكلة فيتامينات أي مشكلة تقعدك وتأثر على صحتك راح تأثر كثيرا أيضا على أموالك وحالتك المادية هنا ومشاريعك محتاج القدرة على الحركة السريعة والصحة عشان تحقق أهدافك لازم تفهم أن صحتك هي اللي تعينك على تحقيق ذاتك الأبراج الثانيين يعملون على مدى أربع خمس سنوات متواصلة عشان يوصلون أنت عندك أمامك نافذة سنة واحدة في سنة واحدة راح تقوم كأنما بكل هاي العمل المضغوط لذلك أقول لك أنك راح تحتاج كل ذرات طاقة انزل الجانب القانوني خمسة الخماسيات الكوب الأول يتلوها أربعة الأكواب شوف برج الدلو في شخص استغل طيبتك استغل جهلك ببعض الأمور القانونية الأمور المادية سويت مشروع أنت توق ما عندك خبرة مثلا في شخص استغل طيبتك أنزين وتعاملك الطيب لذلك الموضوع بينك وبينها راح يصل أو وصل حتى إلى الجهاز القضائي في الدولة أنت هناك كأنما تحس أن أنت اللي غلطان أنت اللي ملام عندك طاقة شوية خوف ما عارف الموضوع وين راح يروح أنا راح أقولك وين الموضوع راح يروح الموضوع والتسوية راح تحسم إلى صالحك لأن هذا الشخص وإن كان استغلك نزين الوقائع والحقائق في كفة ولكن أنت جهلك ترى نعمة جهلك اللي راح يطلعك لأن فعلا أشوفي هني برجدل وفعلا ما كان يدري فعلا الطرف الثاني ما وضح للحقائق ما خلا يوقعه فاهم كامل ما خلا ما اتفق معاه قبل ما ينفذ لذلك في النظام القضائي جهلك راح يكون نعمة راح يصدقون أنت فعلا ما كنت تدري وصار اللي صار بينك وبين الخصم بطيب نية الأمور راح كف كف أو الحكم راح يطلع على صالحك أنت الكوب الأول يفوض لك أنت مو للطرف الثاني هذا الطرف اللي جرك إلى المحاكم باعتقاد أنه راح ينطس منك آخر ذرة أموال راح يستغلك لآخر قطرة أخطأ وقع فيه شباكة الخاصة من حفرة حفرة لأخي وقع فيها أنت اللي في النهاية راح تحصل على النجاح والحكم يطلع في صالحك ورح ترفض حتى التسوية مع هذا الشخص بعد ما يطلع الحكم ضده راح يأتي ويقول لك خلا نسوي الحين خلا نسوي مصالحة أوكي راح أقبل الشروط القديمة راح أقبل العرض القديم اللي عطيتني يوبر جدله أو راح أقبل التسوية المالية القديمة أنت النصيحة لك أن ترفض هذا الشخص لا يجب رحمته لا يجب الوثوق فيه لأنه أشوفه شخص جدا استغلالي كان السبب في التشويش عليك وعندنا مط دائما يستغل للناس لا تثق فيه وعندما أصير الكف إلى صالحك لا تعطيه ولا ترحمه ولا تتعاون معه حتى أنت استغل الموضوع إلى صالحك لأنه أشوف كأنما إن شاء الله الموضوع راح يكون لصالحك خلا نشوف القراءة العاطفية لبرج الدلو راح تكون عامة إن زين القراءة العاطفية المفصلة راح تتلو إن شاء الله خلال الفترة القادمة في شهر يوليو مهما كان وضعك أنت أعزب أرمل مطلق خذ الرسالة العاطفية بما ينطبق أو غيرها حورها بما ينطبق على وضعك العاطفي إن زين خلا نشوف الغزل اللي طلع لك هي برج الدلو يقول لك هذا طبعا فال شعري متخصص في قراءة الطاقة والفال نزين يقول لك هل رأيت أو أرأيت أن الحبيب لم يرغب إلا في الجور والظلم وأنه نقض العهد ولم يختم للغم الذي نحن فيه في شخص وهو اللي في السابق انظلمك ولكن الحين أنت أبديت ردة فعل لظلمه أهوى صاد عنك في البداية أنت الحين صديت عنه أهوى أهملك أنت أهملت الحين يشوفك كأنما قاعد يلومك أنت يراك أن أنت اللي ظالم برج الدلو برج هوائي لا لا تتظلموا بعد أنت تتوقع أنه رح يظلي ينتظرك كثيرا الأبراج الابراج الهوائية ما تنتظر ما تتعلق كثيرا هذا طبعها هذا عنصرها الطبيعي يقول لك فيارب لا تأخذه ولو أنه اصطاد قلبي استياد الحمام فأوقعه ثم قتله ولم يرح حرما لصيد الحرم كان في بينك وبين هذا الشخص اتفاق وهو اللي أخل هذا الاتفاق وهو اللي تجرأ في البداية بعدين قام يلومك بعدين رد يقول لك يعني متناقض حتى في ردة فعلة تجاهك يوم مثلا يلومك كل اللوم يوم يقول لك لا أنا ما أخذك على اللي أنت سويته أنا ممكن أني أتحمل جزء من الملامة أنا أيضا غلطان أنا أيضا أتحمل جزء من هاي المشكلة اللي صارت أنت اللي أوقعت قلبي قاعد يتكلم به هذا الشخص يتكلم بلغة الضحية ولقد جفى علي يسوء حظي أما الحبيب فحاشى لله أن يتبع إلا مراسم اللطف وطريق الكرم لما يقعد هذا الشخص بينه وبين نفسه ويتذكر اشقد أن تأثيرك حلو على حياته اشقد هو يشتاق لك لما تكون طاقته فقط طاقة اشتياق ما يشوف منك الجانب اللي في البداية يقعد يلومك فيه لا يقعد أيضا يتقلب على جانب أيضا آخر ويقولك لا أنت يا برج الدلو أنت كامل والكامل الله زين أنت لطيف أنت كريم أنت ما شفت منك إلا جميل كأنه ما سكرة دقيقة شفت لما الإنسان يكون سكران أو يذهب عن العقل الظل يتذكر فقط جانب واحد من القصة جانب الاشتياق لك هذا الشخص ما اشتاق لك لما يشتد به الاشتياق ما يشوفك إلا أنك لطيف وجميل وأفضل اللي التقى فيهم قبل ولكن من تقرب منه من تتعامل معه أو تعطي وجه مرة أخرى تسمح للدخول لحياتك ارد يبتدي يتنمى على النعمة ارد يبتدي يعيب يلوم يعاتب ما يعرف اظل في حياتك بطريقة صحيحة صحية اظلون في سلام مع بعض ما يعرف لأن أشوفه من يكترب أو من أنت سمح له أن يكترب ارد يغلط ورد لومك وإذا بتعت عنا أنت إذا زديت عنا يا برج الدلو يبتدي يقول لا أنا غلطان أنت سامحني أنت اللي ما طلع منك اللي طيب إنسان جدا ممتزن اللي تتعامل معه إنزين ومع ذلك كله فمن لم يتحمل ذل الحب فلن يحترمه مؤحد حينما حل أو ذهب يقول لك يا برج الدلو النصيحة لك إذا أنت تريد الحب لأن برج الدلو السيف طاقة العقل حقاني عقلاني تؤمن في الأمور المتزنة يقول لك ولكن الحب هنا أنت الرسالة لك يا برج الدلو الحب طريق وعر مو طريق مستقيم أبدا وسواء كان هذا الشخص أو شخص ثاني اخذع لأساس أنه تدريب كل الشخص خصوصا في الأمور العاطفية رح يتصرف بطريقة فيها عدم عدالة فيها ذل مو ذل وإنما عدم التزان خلا نقول فيها عدم أمور ما تليق بك يتصرف بطريقة ما تليق بك كل شخص بطريقة ما كل ما تعاملت معاه رح تشوف منه أمور رح تظل كأن ما هني يقول لك رح تظل أعزب يا برج الدلو إذا ما تحملت هاي النوع من التقلب في أمور الحب الحب لازم يأتي مع ثمن وهو تقلب الأحوال فيا أيها الساقي أحضر الخمر وقل للمحتسب لا تنكر حالنا فلم يكون لجم مثل هذا الجام أنزين هذا البيت جدا عميق في المعاني ولا أكثر من معنى رح أفسر المعنى الأغلب وانتو خذ الرسالة بما يناسبكم فيا أيها الساقي أحضر الخمر وقل للمحتسب لا تنكر حالنا فلم يكون لجم مثل هذا الجام الشخص شوف أول شي الرسالة إن اللي ينظرون إليك أنت من بعيد يا برج الدلو يقللون من ينظرون إليك نظرة دونية يقولون شوفوا برج الدلو ما يعرف يظل في علاقة عاطفية بدون ما ينفصل ما يعرف شوفنا إحنا كلنا متزوجين وبرج الدلو لحد الآن حالة الله أعلم فيه في شي في شي عند برج الدلو يخليه لحد الآن ما رتبط وما رسع على شريك شنو الشي يقول لك لا تنكر حالنا أو هما الغلطانين إنه يستنكرون حالك ليش لحد الآن ما عندك شريك أو ما رتبط وما كذا وكذا وكذا الناس اللي متزوجين يقعدون معاك يعطونك مثلا هاي هاي النبرة نبرة اللي كلنا تزوجنا لش أنت ما تزوج كلنا مرتبطين لش أنت ما عندك حبيب يقول لك فلم يكن لجم مثل هذا الجام جم هو الملك جمشيد في بلاد فارس القديمة اللي اشتهر عنه إنه عنده كأس يرى فيها أحوال العالم شفت شلون الكأس سوري الكورة الكريستالية اللي نرى فيها أحوال العالم وهو كان عنده كأس يشرب فيه النبي النبيذ طبعا هذه أسطورة ولكن ناخذ الزبدة منها أسطورة أنه كان عنده كأس يشرب فيه النبي النبيذ لحد ما يسكر وبعدين عن طريق النظر في هذا الكأس كأنه ما يسوي فال لنفسه ينظر إلى الكأس ويرى فيه أحوال العالم يمكن جزءا من الأسطورة صحيح يمكن كلها غلط الله أعلم ولكن اللي احنا مستفيدين مننا هنا برج الدلو هو ماستر أو رئيس قائد القطيع الهوائي الهواء طاقة العقل طاقة الإدراك طاقة المعرفة العلم العلم برج الدلو يقولون دائما صعب أنه انثبته في علاقة ما يبقى ما يثبت لأنه يعلم الملك جمشيت كان عنده كوبيرا فيها أحوال العالم الآخرين يدخلون في علاقة ويتزوجون وغيرها عندهم جزء من الجهل لحد الآن مو مكتشفين من بالضبط شريكهم ما هي طبيعته ما هي حقيقته برج الدلو يكتشف من أنت في خمس دقائق أو أقل فما يحتاج يلف معاك هاي اللفة الطويلة العريضة وظل سنين مرتبط فيك يتزوجك يدخل معاك في قصة حب عشان يكتشف حقيقتك لذلك بسرعة يأخذ قرار بخصوصك بسرعة أما يبعدك أما يقربك أما يسمح لك أما هذا بالضبط عشان تريد أيضا الشخص اللي أنت قاعد تتعامل معاه حاليا مضطرب معرف يتعامل معاك بسرعة كأنه ما تبعده فيتوب وترجع فيرجع لعاداتها القديمة ولكن هذه الرسالة للأشخاص اللي يلومونك أو يحالون يحسسونك أنك مو على مستوى من الأهلية للارتباط مثلهم أوهم اللي فيه جهل أوهم اللي أخذوا أو دخلوا علاقاتهم ومو بالضبط فاهمين من الشريك اللي ارتبطوا فيه أنت لأنك عارف طبيعة الناس عارف الحقائق وبسرعة تكتشف من هو الشخص اللي أمامك ومسكين ذلك السالك الذي لم يأخذ طريقه إلى حرم الحبيب فقد جاب الوادي ولم يتبين الطريق إلى باب الحرم أنت هنا تنظر لهم على أساس أنه أهم المساكين وأهم ينظرون لك أنه أنت المسكين كل واحد يقول للثاني أنت اللي غلطان أنت اللي مفاهم أنت اللي ما تشوف الصورة اللي أمامي أهم يشوفونك أنت اللي مسكين ولكن حقيقة أهم هذين الأشخاص اللي يستنكرون حالك أهم اللي فيه جهل أهم اللي مفاهمين أن اللي أمامهم يشوفهم بأشعة الإكس ري أو الأشعة السينية بدون حتى ما يضعهم تحت الأشعة هذا برج الدلو أخذكم من الآخر وعرفكم لذلك ما يرح يظل يضيع وقته في علاقات عاطفية الفاضي فيا حافظ احرز قصب السبق استبق أسرع والتقف كرة الفصاحة فلا فضل للمدعي ولا خبر له بها أو دراية بالضبط يعني كأنما طلعنا من وضعك مع الشريك ودخلنا في وضعك مع الأشخاص اللي يستنكرون حالك خل ردك دائما جاهز لهؤلاء الأشخاص لا تسكت ولا تتجاهل ولا حتى تتجاوز عن كلامهم استبق كرة الفصاحة خل دائما ردك جاهز لما يقولولك ليش أنت مرتبط قلهم هل أنتوا مرتاحين في ارتباطكم أنتوا لما أقعد معاكم لحد الآن تقولولي ما نمتبه ما فيه الكفاية مو مرتاحين الزواج في أفضل حالات مسؤولية فأنتوا على إيش تلموني لكم شي عندي هل أنا إذا ارتبط أو ما ارتبط يأثر على مستوى سعادتكم بيقولولكم لا ما يأثر كرة الفصاحة الفصاحة هو الرد اللي يأتي من منطوقك الخاص يا برج الدلوه وهو منطوق السيف الحقائق العلم مو كرة الرأي أو كرة الشغف لا الفصاحة تأتي من علم فلا فضل للمدعي ما حد لشي عندك يا برج الدلو لا تفكر في نظرة الآخرين لك لا تستعجل حتى أن تدخل هذا الشريك أو غيره تسمح لهم بالاقتراب مرة ثانية لحياتك لأنه فيه أشخاص يعجلونك يحاولون حتى يحسسونك بالنقص لأنه أنت الحين لحد الآن مرتبط مثلا أبدا لا فضل للمدعي ما حد لشي عندك ولا خبر له بها أو دراية أنت تزوجت ما تزوجت سعيد أو تعيس مهما كانت حالتك الاجتماعية هاي الأشخاص ما رح يدرون عنك أنت الوحيد اللي تقدر توزن سعادتك فقط هم مجرد يقعدون معاك يستنكرون حالك يعيبون لأنه يحسون بالنقص داخلهم مجرد رفلكشن أو رفلكشن قاعدين يعكسون حالهم عليك فما عليك أوكي أشوفك في وضعك العاطفي بالعكس قاعد كأنما تدرب الحبيب على الأسلوب الصحيح للتعامل معاك عزيزي برج الدلو هذه كانت قراءة ترجمة نانسي قنقل